موسيقى 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 مساء الخير تتجه الأنظار إلى استحقاق تكليف رئيس لتأليف الحكومة الجديدة التي يرجح أن يحدد رئيس الجمهورية ميشيل عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة بعد جلسة انتخاب اللجان النيابية المقررة الثلاثاء المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه على أن الاستشارات قد تحتاج إلى مشاورات مسبقة مع الكتل النيابية والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقات كل ذلك وسط غموض يلف شخصية الرئيس المكلف لتأليف الحكومة المقبلة الذي يرتبط بشكل الحكومة المقبلة هل ستكون حكومة أكثرية نيابية أم حكومة سياسية أم تكنقراط التي يريدها المجتمع الدولي أم تكنو سياسية أم حكومة توافق أو إجماعاً وطني وإذا تم التوافق على التكليف فهل سيكون مشوار التأليف طويلاً في ظل مقاطعة القوات ومعارضة السيار الوطني الحر وترجيح عدم مشاركة المجتمع المدني وصعوبة تمثيل الطائفة السنية وتفسخ نادي رؤساء الحكومات السابقين الحاجة الملحة لتأليف حكومة تفرضها الملفات الداهمة وأهمها ملف ترسيم الحدود الذي أعلن المدير للأمن العام اللي هو عباس إبراهيم في شأنه أن لبنان يعتبر في المبدأ أن خط 29 هو خط التفاوض وكل ما هو داخل الخط 29 يصبح مناطق متنازعاً عليها ولا يحق للعدو استخراج النفط أو التصرف بأي شيء شمال هذا الخط وأضاف لا يزال الجانب الأمريكي ينتظر الرد من السلطات اللبنانية على ما أوضعه الوسيط الأمريكي أموس هوكستين السلطات اللبنانية في زيارته الأخيرة إلى بيروت ومن المؤكد أن هذا الرد سيفتح باب النقاش والتفاوض مجدداً بين المعنيين دائماً تحت رعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية وعلى الخط الأمريكي السعودي نشرت قناة سي أم بي سي الأمريكية حواراً تناول مخرجات اجتماع منظمة أوبيك بلس وشركائها والتي وصفتها بأنها انتصار سياسي للسعودية مشيرة إلى أن زيادة إنتاج أوبيك بلس سيبقي السعودية بدور البنك المركزي للنفط وأن بايدن سيقوم بزيارة للسعودية وعقد اجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان في الرياض هذا انتصار سياسي كبير للمملكة والسؤال هل تسوء العلاقة بين السعودية التي رفضت بداية الحرب الروسية الأوكرانية زيادة إنتاج النفط وبين روسيا الحليفة لأوبيك؟ أما على صعيد إعادة التموضعات الإقليمية التي ترسم لها السعودية سجلت هدنة في اليمن بين الجانبين اليمني والسعودي بضل اعتبار الرياض أن الحرب اليمنية تحولت إلى مصدر ابتزاز أمريكي للسعودية فهل تكون الهدنة مقدمة لترميم العلاقات السعودية الإيرانية؟ هذا الترميم يقابله تأزم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران لكن النووية الذي يخشى من استخدامه فهو في الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت مائة يوم من الصراع العسكري إذ تثار المخاوف من أن تؤدي الإطالة في أمد الحرب إلى ازدياد احتمالية الحرب النووية خاصة أن روسيا أجرت مناورات على حرب نووية تكتيكية وتشهد المنطقة مشاورات سورية إيرانية روسية في ظل سخونة الإقليم واستشعار خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين سوريا وتركيا حيث قد تعمد تركيا إلى عملية عسكرية لا تحظى بمباركة أمريكية خاصة في ظل استشعار خطر اندلاع حرب كبرى في المنطقة قد تخرج عن السيطرة وعلى صفيح ساخن إذن يعيش الإقليم ومعه لبنان الذي يغلب الأزمات المعيشية وارتفاع سعر الصرف وزيادات الأسعار وفقدان السلع والأدوية فهل تتنازل القوى السياسية لتأليف حكومة لمواجهة الأزمات المتفاقمة تأخذ بعين الاعتبار موقف المجتمع الدولي والجهات المالية الداعمة وصندوق النقد الدولي وكذلك الدول العربية والخليجية وتنال ثقة الخارج كل هذه الملفات نناقشها ليلى مع ضيفي في الأستوديو وزير داخلية السابق العميد مروان شربل أهلا وسهلا فيك معليك أهلا وسهلا فيك والمستمعين ما نكون طولنا عليك بالمقدمة بس لأنه في كثير أحدث هذه المقدمة بدأ ثلاث ساعات لا نجرب نحكي بكل المواضيع باختصار أول شيء طبعا رح نبدأ بالمشاورات لتكليف أو لتسمية شخصية لتكليف الحكومة والتي طبعا يبدو حسب المعلومات أنه سيدعو إليها رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل بعد طبعا جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء التي دعا عليها رئيس مجلس النواب نبيهبري تعتقد اليوم الثلاثاء هل سيكون هناك يعني من أي عثرات في تشكيل اللجان خاصة يعني نواب التغيير يريدون خمس نجان وبدوا لجنة الإدارة والعدل والقوات ما بدأت تتنازل عنها شو معطياتك اليوم عن جلسة انتخاب اللجان ثلاثة أنا كنت بتمنى أن يختلفوا مش بها الظروف يختلفوا ديمقراطيا مش بها الظروف اللي احنا مرئين فيها ظروف أمنية معروفة وظروف اجتماعية وظروف مالية ونقضية والعالم ما بقى عم بتلاقي دواء ما بقى عم بتلاقي يمكن بكرة الرغيف ما رح نلاقي على يعني عن جد لكن لدارج اليوم هذا اللي بدي أقوله لدارج اليوم وهو عدم سئة المواطن بدولته كل ما كان في استحقاق تطلع الخبرية فيه هالاستحاق رح يصير ولا لا يعني كان انتخابات نيابية لحد هلأ يمكن في عالم ما بعرف اذا كان بالكومة ووعية هلأ بتقولك فيه انتخابات بكرة فيه تكليف لرئيس الحكومة فيه حكومة فيه انتخاب رئيس جمهورية لك على طول نحنا عايشين بعايشين على طول ما في سئة بهالدولة بشان هكي على طول نحنا سلبيين يعني ما يوم إلنا لأ بدو سير فيه انتخابات نيابية وبنى ننتخب رئيس جمهورية وبنى نقلف حكومة بس ليه سوق الحظ هكي تعودنا وهكي عودونا انه نحنا دايما نكون سلبيين أنا اللي بدي أقولك والله عايب انه هلأ اليوم بهالظروف اللي نحنا فيها انه نختلف على نائب رئيس مجلس نواب وبنحل مرأة على خير وسلاب ونختلف هلأ على تأليف اللي جان أنا بدي أنا ما بترك هاي خي يا حبيبي لو كنا مرتاحين مديا ومبسوطين وما في مشكلة ولبنان مش سويسرا الشرق يا خي نص سويسرا الشرق اعمال اللي بدك يا أجل هلأ ما بقى فينا نأجل يعني الثلاثة الثلاثة شو ما كان يكون واخر الجمعة لازم يكون في تكليف لرئيس الحكومة شو ما كان اخر الجمعة اخر الاسبوع الجاي اخر الاسبوع الجاي هذا وقت طاع تلك أنا بتوقع ايه يعني هيدا هيدا المنطق هيدا المنطق اذا حقيقة كلهم تسمعيهم كلهم بدون يعالجوا الموضوع كلهم بدون الإصلاحات كلهم بدون يشيلوا يشيلوا المواطن من الجورة اللي وقع فيها طيب يا أخي ثبت الكلام بالفعل مش تم يعني وبس ثبت الكلام بالفعل ثلاثة لازم ما يكون في اي مشكلة ينتخبوا شو المشكلة اذا تنزلنا اليوم عنها جيناها في انتخابات اللي بيربح بيربح و اللي بيخسرها بيخسر هايدي الديموقراطية طيب من بعد استحقاق الانتخاب الليجين حيدعي رئيس الجمهورية لاستشارات نيابية ملزمة واضحة ملزمة اكيد واضحة ستنا بدي لك شغلين في منطق بالموضوع بعد فيها الست شهر على الخمس تشهر كماني خمس تشهر الا كم يوم الا ست ايام الانتهاء وليت رئيس جمهورية رئيس جمهورية مصر انه تتألف الحكومة ما بدوا ما بدوا ينتهي عهدوا بحكومة مستقيلة بالمقابل في فئات من اللبنانيين بدوا يفوتوا على الحكومة الجديدة وبدوا هن بدوا يغضوا الحصة تبعهم بها الحكومة تحت شعار او تحت مخاوف او تحت سؤنية انا بدي سميها ممكن ما يصير في انتخاب رئيس جمهورية هذه الحكومة هلأ اللي بدت تألف هي تاخد صلاحيات رئيس الجمهورية يعني عن مين عم تحكي عن طيار الوطن الحر عن اللي بدون يعرق لبكرة الحكومة مين مكان يكون من خيه ونزل بقى بس اكتر شي بهمه رئاسة الجمهورية هو الطيار الوطن الحر اكتر شي بهمه رئاسة الجمهورية هو رئيس الجمهورية ينهي عهده بحكومة ينهي عهده بحكومة فعالة هاو اخر خمسة شهر يلي فيه يلي ممكن يحقق فيهم اللي كان يوعدنا فيهم واليام اليوم حمل رسالة كتير مهمة نائب رئيس الحكومة لدولة الرئيس بره بعتها الرئيس الجمهورية وبعتقد انا رح يصير فيه تنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حاول تقليف الحكومة ويصير فيه نوع من يعني نوع من التسهيلات بهذا الموضوع لانه ما بقى تحرز هالحكومة داش بدأ تعيش اذا انت غبنا رئيس جمهورية بس انت معليك عم تحكي عن نائب رئيس مجلس النواب يلي هو عضو بتكتل لبنان الاول ولكنه ليس متناغم مع رئيس التكتل يعني مع نائب جبران باسيل هلا ما بعرف اذا متناغم ولا متناغم ما بيهمني انا انا بيهمني حامل رسالة ولا حتى مع رئيس الجمهورية يعني من رئيس الجمهورية والرئيس ورئيس طيار الوطن الحر كمان ما كي هذا التناغم يا ستنا حامل رسالة ما بلو براو بلو براو عليك مين بدي يطبق مش لم هامل رسالة هلا أنا برأيي لما بيتفق رئيس مجلس النواب الرئيس برية ورئيس الجمهورية بما تبقى من عهد رئيس الجمهورية واتنين اذا صار في اصلاحات ينسب لقلن الاصلاحات واذا صار في تقدم واذا صار في اذا صار في تقدم بالتحاور مع صندوق النقد الدولي واذا صار في كتير بالمواضيع اللي متروحة بمجلس النواب من اصلاحات وغير اصلاحات باعتقد انا الرئيس بري له يد بيضاء بهذا الموضوع ورئيس الجمهورية اذا اتنينتهم ما توافقوا مع بعضهم راح نقضي هالخمسة شهور مثل ما قضينا خمسة سنين ونص لا باعتقد انا انه كل حسين بالضغط الكل حسين بالصعوبة صعوبة صعوبة المالية اللي عبين رؤوا فيها المواطنين حسين ولكن يعني ليس تم التوافق على شخصية لتكليف الحكومة او لتكليف تكليفة لتشكيل الحكومة يعني قوة 8 أذار بدن الرئيس ميقاتي 14 أذار او ما تبقى منهم اذا فينا نسميهم هيك بدن السفير نواف السلام التغييريين بعد ما عندهم سموا يمكن حليمة قعقور او بعد ما عندهم يمكن موقف موحد كل حدا عنده شخصية ما في توافق او هيدا الشي بيعتمد على شكل الحكومة كمان كيف رح تكون سياسية تكنقراط راح جيوبك راح جيوبك ده أخذ الرئيس الياس بو صعب 65 رئيس ميقاتي راح يهد 65 تذكري كلامي هني زيتهم راح يخذه ويكلف الرئيس ميقاتي لأنه لأنه ما يسمى بالمعارضة او بالنواب الجدد يلي يتبين انه بالانتخابات الأخيرة ما كانوا متضمنين مع بعضهم يعني حتى في من النواب الجدد انتخب واحد او اثنين انتخبوا غسان سكيف لا انتخبوا الياس بو صعب تجيب 65 يعني في واحد نائب انا بعرف اسمه انتخب الياس بو صعب تحطاه 65 اول دورة جيب 64 ما هيك اجعوا وغيروا فاذا راح يخذ الرئيس ميقاتي وانا بقلك ليش الرئيس ميقاتي بهال خمس تشهر الرئيس ميقاتي بالحكومة اللي هو فيها هلأ قدر يعرف جميع الملفات حكم مع صندوق النقد الدولي الفرنسيين والامريكان دعمينه لحتى يكفي الرسالة تبعوا يلي ماشي فيها وخاصة موضوع ملف الكهرباء يلي هلأ محطوط على نار حامية يلي حكي عنه ومحطوط على نار حامية واذا اجع الرئيس ميقاتي او رجع جدد للرئيس ميقاتي باعتقد انا كل هالامور هايدي اللي نحكي عنه واللي حكي عنه رئيس ميتي حتتنفذ بهالخمسة شهر بيكون الرئيس بري عمل عمل ايجابيات بهالخمسة شهر رئيس الجمهورية حقق ايجابيات قبل مايفل وبيكون الكل ربحانين هلأ انا بقدر بقل لك انا بقدر بقل لك اذا ما فينا نختلف انه في حكومة يا خي فيه اكترية وفيه معارضة الاكترية بتحكم المعارضة خلينا شي مرة وانا بتمنى على النواب الجدد يعني كان في نايم جديد فيه تسعة فيه تسعة جديد جديد لأول مرة تغيير يعني نحنا تسعة جديد بيجوا أول مرة بس فيه تلتعاش ياللي في منهم ياللي قدموا سيئلة ونورجعوا بقى انا بتمنى اذا ما كان عجبتكم سير هالحكومة هاي اللي ما راح تعيش اكتر من خمسة شهر بعد انتخاب رئيس الجمهورية كون فرجونا بمجلس النواب وهذا اللي بدنايه وهذا اللي مشتاقين له عن جد وهذا اللي شفنا باخر باخر اجتماع عبل بانتخاب رئيس مجلس النواب ورئيسه يعني شفنا نوع من الديمقراطية الجديدة اليوم بهالبلد هاي بقى انا بتمنى عليكم انه تحاسبوا هالحكومة بهالخمسة شهر تطلعوا وعالقليلة نشوف فيه وزير فيه وزير بنا نطرح فيه السيئة فيه حكومة بنا نطرح فيها السيئة فيه اسئلة بتنطرح كتير لش هنه اصلا متوافقين مع بعض هنه عندن رؤى واضحة او خطط اصلاحية شفنا بمجلس النواب وهذا ليس نقد انه ما كان واضح انه هنه غير ملمين اصلا لا بالدستور ولا بنظام الداخل للمجلس ولا بالقوانين هلا بدك سألون ثلاث سنين عم يحضروا لانه بدهم التغيير ما فينا هلأ كمانا نقول اعطوهم قدي بدنا نعطيهم فرصة بعد يعني بدك الحقيقة في مواد بالدستور كيف ما في السرطية بتطلع مزبوطة كيف ما في السرطية بتطلع مزبوطة انا بدي اقول لي مش بالضرورة مش بس اللي مش موجود بالحكومة الحزب اللي مش موجود بالحكومة الفئة المستجدة على مجلس النواب مش موجودة للحكومة بتمنى عليها ان تلعب لعبة ديمقراطية وتكون معارضة وتحاسب هالوزراء اللي موجودين لازم كمواطن انا اعرف مين الوزير اللي عم يشتغل مزبوط ومين الوزير مش عم يشتغل مزبوط واعرف انه هذا الوزير اليوم بدوا يتحاسب بمجلس النواب وفي جلسة بعد بكرة لحتى نحاسبه ونطرح في ساقة او ما نطرح في ساقة هذا اللي بدنا يناحنا بس هلا في اكترية ما عليك ما هاك في ثمانين نايب هنال اكترية ثناءة مع فرانجية ما فيه مع الحريرة فيه ستين فيه ثلاثة وستين 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 وهون بكرة الصعوبة بانتخاب رئيس رئيس جمهورية يعني بدك التلتين بانتخاب رئيس جمهورية غير انتخاب رئيس مجلس نواب بس يعني ما اثبتت ما اثبتت جلسة الانتخاب انه فيه اكتريتين موجودين ويلي هن طبعا اذا فينا نقول بقبضة اذا جاهز التعبير خليني اقول انه بقبضة التلائف لانه وصلوا وصل طبعا عدي ليون الياس بوصعب وايضا اه دا اخذ الياس بوصعب خمسة وستين هاو دي مش التلتين هن بدك التلتين بدك يكون خمسة وثمانين قادرين هنه بس ما عنا ثمانين هنه لا 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 وين هنه ما عمين عبقيتلك دا اخذ يعني يعني الشي الحسي يلي اكتشف نين بارح بانتخاب الياس بوصعب وغسان اسكيف ما هاك هدك اخذ خمسة وستين بثلتة وستين مش مزبوط دا يعني ما فيه تلتين فيه انجا انجا تلت زائد واحد يعني رئيس الحزب التقدم الاشتراك وليد جمبلات واشره رسالة دا عنده عالية النبرة انه لقاوة ماني اذار وانتقام هل هيدا بيعني طب اذا امسؤولية التنسيق مع القوات بما يتعلق بتسمية رئيس لتشكيل الحكومة او شو ستنا ما بهم رئيس رئيس الحكومة اللي بياخد اكتر عدد يمكن انا اخد خمسة وثلاثين اطلع رئيس وكلف مش بالضرورة مثل انتخاب رئيس مجلس نواب هيدا بيطلعوا لعند رئيس الجمهورية بيستشيروا بيقول لهم مين بدك مين بيجمع رئيس الجمهورية في اربع خمسة في اكتر واحد اخد خمسة وثلاثين هذا يكلف هنفترض بس منها لعب لك انه رئيس مئتي هياخد خمسة وثلاثين معقولة يصير فيه تعوين لحكومة تصريف لا ما فيه شيء اسمه تعوين بالدستور مخالفة للدستور يعني بحكم الامر الواقع ما فيه ولو امر واقع الامر الواقع بحكم الامر الواقع فيه حكومة مستئلة وبتشتغل وعبر عنا الرئيس مئتي وقال انه انا فيه الامور المهمة بيجمع الحكومة وعا ايامنا جمع الحكومة عا ايامنا انا وقت كنت وزير وكان رئيس مئتي رئيس حكومة بالألفان والتلتعاش جمع الحكومة كانت مستئلة وعيننا هيئة الإشراف على الانتخابات لأنه أنا حددت تسع حزيران تسع حزيران 2013 انتخابات اجتمع مجلس النواب قبل بأسبوع ومددوا لمجلس النواب مع أنه كنا محددين يومتا ما له علاقة كيف يأخذ رئيس الحكومة عم ينقل أنه إذا تسمى الرئيس مقاتل لأنه مش يعني التكليف يعني مشوار التشكيل كمانا يمكن دونه عقبات معقول يكون تكليف لتصريف الأعمال يعني بيصير رئيس مكلف لتصريف الأعمال بهذهك صيغة إذا ما اتفقوا على تكليف حكومة بيظلوا هو يعني عم بيصرف عم بيقوم بأعماله كحكم التصريف أعمال بس بيقرب أنا بقلك أهيا شيء وأهلا طريقة هالحكومة اللي موجودة بكرة بالاتفق مع رئيس الجمهورية يمكن بيغيروا اثنين أو اثنين أو اثنين أو اربعة وزراء من الموجودين بيقنعوا فيهم أو بيرضوا فيهم الفئات أو الأحزاب اللي بتحب أن تفوت بالحكومة بيفوتوه بدا حال يعني حاج بقى تحطوا كباش بوقت اللي العالم عم بتموت من الجوع برأيك اليوم الظروف تسمح لحكومة سياسية كما تريدها بعض الأحزاب ومنهم طبعا أنيب جبران باسيل أو حكومة تكنقراط كما يريدها المجتمع الدولي أو تكنو سياسية يعني في تسمية أو حتى حكومة أكثرية نيابية يعني هي اللي أنتجتها الأكثرية إذا في أكثرية أنتجتها تنخبط نيابية حكومة أكثرية نيابية هاللي عم تقول الأكثرية بتحكم الأقلية هادا هاد ديمقراطية والأقلية بتعارض من مجلس النواب عن قليلة منشوف مجلس النواب إلو نكهة بحياتنا ما سمعنا أنه في وزير في وزير طرحوا السيئة فيه وشيلوا أو حكومة طرحوا السيئة فيها وشيلوا عننا السيئة يعني والله يعني خلينا نشوف تب ليش من متغنى بالديمقراطية ومن نادي بالديمقراطية ولا يوم طبقناها كلهم بدون إصلاحات وكلهم بدون يجيبوا المصريات اللي انسرقت وكلهم بدون يشيلوا المصريات اللي انسحبت لبرة بطريقة غير إنونية غير إنونية طبعا لأنه كانت المساري في مسكرة كلهم وما شفنا شي تطبيق تب يخيي إذا كلهم عم بيقولوا هكتب مين بدوا يطبق بركي أنا وإنت منطبق نحن صعبة كثير هيدا آخر حكومة اليوم معليك بالعهد يعني ورئيس الجمهورية ورئيس طيار الوطن الحر بدون يسعى يمكننا تحقيق إنجازات من التدقيق الجنائي والإنجازات الأخرى هل تعتقد اليوم أن بسيل يعني سيعرق الوصول من لديهم حضوظ لرئاسة الجمهورية خاصة إذا بدنا نقول إنه هو غربة دامة سنتين ونص لإله يعني عم بفكر كمان يرجع على الحكومة إذا بدوا يعرق للحكومة إذا بدوا يعرق للحكومة معناتها ما في حكومة معناتها عهدوا لرئيس الجمهورية انتهى بدون حكومة معناتها رئيس الجمهورية ما حقق اللي كان قايلنا عنه بآخر خمسة بتشهر رح نشوف لبنان غير اللي كان شايفينه سابقاً ما بعتقد إنه رح يوقف بوجه الوزير جبران باسيل إذا وقف بوجه الوزير جبران باسيل وما في حكومة الرئيس مائتي موجود بحكومة مستقيلة شو منعمل أي وزارة بدوا اليوم باسيل أنا برأيي أنا بدك الحقيقة عن جد يكسير في مداورة بالوزارات إذا بدك يا فخامة الرئيس تنجح بآخر سبتشهر عمول مداورة بالوزارات ما فيش ليش بدينا أي وزارة بدك تسلم كلهم 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 مداورة اليوم كلهم كلهم هذه الحكومة المزبوطة يعمل مداورة خلاص الظروف تسمح وإذا ما بدون إذا ما بدون ستنا ومصرين إنه يفوتوا على الحكومة معنا تعرفين إنه ما في انتخاب رئي جمهورية يعني فراغ فراغ حكومة فراغ حكومة فراغ رئيس جمهورية وما بيبقى ما بيبقى غير مجلس النواب ويمكن ينقسم مجلس النواب وين بيصير الوضع هذا الوضع الاجتماعي يلي عيش على صوص ونقطة قدرين إنه يتحمل وضع أمني صعب شفنا اليوم الوضع الأمنى عام نشوف شو عم بيصير ببعلبك بالشراوينة هادي ما على علاقة بي وعم تنتقل أيضا على الليلة كي وعلى غيره يعني اليوم الوضع الأمني كيف على المحق بس هادي ما العلاقة بالسياسة أنا عم بحكي اليوم العالم الجعاني رح تنزل على الأرض مش رح تنطر فلان وفلان وفلان العالم الجعاني العالم اللي عتموت اليوم ما عنده ندور يعني أنا بعرف بعرف مرة ماتت أول مبارح ما قدرت تجيب دورة الكونسير يعني في بدي خبرك أكثر من هك في نيات عاطلي بدوم أسمي أنه هكاك بدك تموت أنتي مع الكونسير ما في شي لزوم دفع الدولة عشرة مليون ليرة حق دواء لكي هالضمير ونحكد ما في ضمير مش لكي هالضمير ما في ضمير والأسوأ من هك عم بيزوروا هؤلاء لا يوفقون إن شاء الله ما بيموتوا إلا بها المرض. بيزوروا الأدوية وبيحشوها بيقولوا على أساس أنه أنت هالي دورة الكونسير أنه هكاك بدأ تموت وين الدولة اليوم هي دولة هي دولة هي دولة ما المسؤول عني اللي عم تحكيه ما حدا مسؤول ما حدا مسؤول ما حدا مسؤول ما حدا مسؤول. وغير نفس الشي هيدا الشي اللي أنت عم تحكيه الأزمات المعيشية والضائقة يلي عم بعيشها المواطن اللبناني راح تحف القوة السياسية عن التنازل وعدم يعني التقاتل على الحصص الوزارية. أو هن عايشين بغير كوكب مش فرقة معهم. مش فرقة معهم. وأنا في إلنا رد بكرة بس يتبلش تقليف الحكومة راح نعرف ليش ما عم تتقلف الحكومة وهونيكي لازم تنزل للناس مظاهرات من كل الأحزاب. لأنه الموضوع ما بقي طال حزب ضد مين يعني بدون ينزلوا ضد ضد مين بدنا بدنا حكومة مثل الثورة يلي صار مش متل الثورة اللي صارت وينزل واحد يسب فلان لا هذا اليوم في شعار واحد بدنا حكومة مين المسؤول عن تقليف حكومة رئيس جمهوريه رئيس حكومة ما هيك في غيرون شيء عالف حكومة. ألفوا حكومة الحزب المش عيش بو ما يفوت على حكومة وإذا كل الأحزاب بدون وإذا كل الأحزاب مش عيش بو ما يفوتوا على حكومة يألفوا حكومة مستقلين تروع على مجلس الوزراء وما تيخد سيئة على مجلس النواب ما تيخد سيئة وشو استفدنا خلاص بيعرف تعرف العالم ساعتها مين السيئ ومين المشتيئ وخلصنا بقى اليوم كمانا يعني من الأمور التي ستعرقل ربما تشكيل الحكومة التمثيل السنة لأنه يمكن أنت يلي عم بتقوله أنه تتشكل كيف ما كان مانا كثير منطقيه ببلد لازم الكل يكونوا ممثلين اليوم بنعرف أنه في صعوبة بالتمثيل السنة مع غياب الرئيس الحريري وتيار المستقبل كيف رح تنحل هيد المعضلة يعني أنا أنا زعلت أول واحد لش الرئيس الحريري عمل هيك بأصعب ظروف نحنا مرئين فيها وهو بيعرف أنه هو مش مسؤول كل مسؤولين مش وحده مسؤول وبعدين في انتخاب رئيس جمهورية تركت الساحة يا ذوت الرئيس ما لازم هلا ما بعرف شو عنده ظروفه بس تقولين أن تتألف حكومة ما فيها ما فيها سنة أنه يعني ما فيها مارونة ما فيها درزة ما فيها شيعي كيف الحكي بتألف حكومة منها منها الطوائف اللي موجودة بتروح على مجلس على مجلس النوار تاخد السيئة أو ما بتاخد السيئة ساعتها منشوف ساعتها منشوف ما بيصير أنه نبقى هيك بلح حكومة رئيس مقاتي قال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع هيدا الأسبوع الحالي أنه الحكومة عم بتصرف الأعمال وتحدث عن مواضيع هم جدا تحدث عن خطة التعافي تحدث عن الكهرباء تحدث عن الودائع يعني هل تعتقد اليوم إذا كان هناك صعوبة إذا كان مشوار التأليف طويل وإذا وقعنا في الفراغ أنا الحكومة ستبقى لأنه يعني تصريحات الرئيس مقاتي خاصة بموضوع الودائع قال أنه في مليونين ومئة ألف حساب أو مودع هيدول ودايع مضمونة وأول مئة ألف مضمون إذا بس أخذنا أول شيء موضوع الودائع يلي هو يمكن أكتر شيء بهم الناس اليوم تعافي ليش قال هكذا رئيس حكومة قال أكتر من هكذا أنا بالقضايا المهمة بدي إجمع مجلس النوار طيب حاله كثير تعافي ليه لأنه عامل حساب إذا كلفتوني مرح قول لا بس انتبهوا مرح ألف حكومة مثل ما أنتو بدكن ما هيقبل رئيس حكومة كيف يعني أنتو بدكن يعني راح ألف حكومة بشكل أنه تكون الكل راضين فيها ما بدكن في حكومتي موجودة وهذه الحكومة ليست معينها نامية خلاص بدأت تشتغل في أضايا أو في مواضيع مهمة سيتم يجمع مجلس الوزراء ويقضوا أرارات على شرق يقبل رئيس جمهورية هنا المشكلة هلأ هذا المشكلة للمحد يعني ليس رئيس الجمهورية رئيس سيار الوطن الحر لا 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 لكن تركي لي تركي لي دقيلي أنا هو يلي بيحكي تركي لي هلأ هو اللي بي يحكي بس آخر سبتشور الكلام لرئيس الجمهورية وأنا عبد إيا مني أنا المشكل اليوم المشكل اليوم بقى أو بدأ يعني بالنهاية بين رئيس جمهورية ورئيس الحكومة إذا كان الرئيس مئاته إذا كان رئيس بتمنى يرجع الرئيس مئاته الرئيس مئاته عنده عنده توجه بتأليف الحكومة ورئيس رئيس جمهورية عنده توجه تاني بتأليف هلا بالتوجه التاني في عنده معطيات من من بعض الأحزاب عنده معطيات من حزب الله عنده معطيات من من الرئيس بري يعني اليوم يمكن نحكى بهال معطيات عنده معطيات من التيار الوطني الحر يعني بالنهاية هو بقدر يجمعون هالثلاثة اللي أنا عم بقول عنه طيب إذا ما إبهل رئيس الحكومة الرئيس مئاته بتمشي الحكومة من قبل بقله أنا ما بمشي مرح قبل كمشي ساعتا بحكومة مستقيلة هاول الخطورة بهذا الموضوع بليك عنه انه الرئيس مئتي انا بجمع الحكومة المواضيع المهمة يلي هن حكينا عنه قبل شوي مضبوط انتي ما بيقدر يجمع اذا رئيس الجمهورية رافض انه شو يعني ما بيقدر يجمع الحكومة اذا رئيس الجمهورية رافض انه يتعلاج موضوع بحكومة مستقيلة رئيس الجمهورية مصر انه يكون في حكومة هايدا المشكلة اليوم اليوم كمانا في مبادرة فرنسية فرنسا اليوم هي اللي عم بتدير الملف اللبناني كقوى خارجية طبعا اكيد بتغطية امريكية وانما الظاهر هو فرنسا اليوم فرنسا بده تدخل بولادة الحكومة وكمانا عنده يمكن شروط عنده حكومة معينة بده اياها وايضا البعض يقول انه فرنسا مرح تكون بتصادم مع القوى السياسية وخاصة يعني حزب الله بركه تعتقد اليوم انه فرنسا ستسرع في عملية التشكيل على غرار ما حصل بهذه الحكومة والله بدي يسأل السفيرة الفرنسية عوكرا انغريو يعني بدك الحياة كتل خيرها فرنسا ومنشكرها لفرنسا ومنشكر امريكا عن جد ومنشكر السعودي ومنشكر الاقليب بس ما عم نقدر اليوم رئيس بيري سمعتي شو قال انه خي طيب ما خلينا نشوف نحنا شو بدنا بالاول هني عبا يقول لنا بره يخي يشتغلوا ونحنا حاضرين نساعدكم بس فرجونا شو بدكن لحد هلأ ما قلنوا لبره نحنا شو بدنا لك لبره لك بحتى لحد هلأ اديش اجا ما اجا مرتين على من على مكرون اجا مرتين اجام اول مرة وراح ويجا تاني مرة وراح ومش عارس بعد شو بدنا بس هو هو مش رح ينطر هني شو بدن اذا في قرار خارجي انه تتشكل حكومة يعني بده تكون مفروضة بده تصير الحكومة سوي شئته ام قبيته ايه ان شاء الله توافق او لا انا ان شاء الله انا بدي ايلك شغل مش هيك لازم يتعامل معهم او لا فرنسا قادرة تعمل هالشي هدا لانه كل يعني بالنهاية كل الاحزاب خاصة حزب الله مرح إلا لفرنسا لا ورح يتعاونوا مع الفرنسيين هو اصلا ولا مرة قال لا بس هي ما بدك يعني تكون باعياز امريكا انه الفاتيكان اليوم عبي بعض دور كتير مهم وزيارة حزب الله للسفير الباباوي كانت مهمة بقى بتصور انا انه اليوم اليوم بعكس ما كل العالم عم بتفكر حزب الله اليوم عم بيلعب دور عم بيلعب دور كتير مهم دور الكاتاليزور بسموه بالفرنسا يعني المعتدل المساعد يعني المساعد انه يعني صار في اقرار دولي بهيدا الشي في اقرار دولي بدكن تألفوا حكومة بس بالاخر اذا رئيس جمهورية ورئيس الحكوم مكلف ما ما اتفقوا شو منعمل وعدنا تسع تشعر عيام الرئيس الحريري وفال واخر شي اعتذر وقال انا ما بقى بدي خلينا نطلع بفاصل النجا من كفه مشاهدينا بفاصل وانا عود خليكن معنا برحب فيكم المشاهدينا عن جديد وبرحب فيك وزير الداخلية السابق مروان شربل خلينا نحكي كمانا بالموضوع الهام يلي في كتير احاديث اليوم تتحدث عن موضوع التنقيب وعن الخطة سوى عشرين وكان طبعا المدير العام للامن العام لواء عباس ابراهيم قال انه هذه المفاوضات اليوم تسير على نار حامية وان الامريكي اليوم مهتم لسير هذه المفاوضات بانتظار طبعا الرد على الرسالة الامريكية يلي كانت طبعا على لسان الوسيط الامريكي اموس هوكستاين وايضا عن الخط سوى عشرين يعني قال ابراهيم انه هيدا الخط هو لبنان وبالتالي اي عملية تنقيب هي ضد السيادة اللبنانية ما معطيتك حول هذا الملف وهيدا كمانا بده حكومة انا خايف من شغلي انا خايف من شغلي يلي هي انه يمنعوا اي انجاز اي انجاز بعحده لرئيس الجمهورية يمنعوا مين بده يمنعوا الخارج ما انت بعدك عم بتقول انه اذا كانت القوى الداخلية قادرة الخارج ما بيقدر يعمل شي هلا اصاروا بدون يمنعوا في مواضيع نحنا ما لنا بس انتخاب تقليف رئيس انتخاب رئيس جمهورية كمان منو شأن داخل طبعا هيدا راح بحكي عنو بس ترسيم الحدود بعلاقه بين لبنان وبين اسرائيل هوني عم تدخل وسيط امريكا هني بيعتبروا انه هيدا اهم انجاز اذا رسمنا الحدود بعهد فخامة الرئيس رئيس الجمهورية يلي هو حليف حزب الله هيدا يلي لا بس كمان راح يتخوفوا انه اذا ما كان في اتمام لهذه المفاوضات بطريقة سلمية ايضا هني راح يكونوا خايفين مرد حزب الله انا 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 اقول لك انا اقول لك هيدا اللي مخوفني هيدا اللي مخوفني ترسيم الحدود البحرية بس مش عم نضيقة هيك اذا اعتبرنا انه هني بس بدون يعرق له كرمال ميتسجل للعهد لاش ما بعتت لنا الاردن الكهرباء ولاش حطينا مليونين دولار لحتى زبطنا البايبلاين اللي جاية من سوريا على لبنان في الغاز لاش مصر لحد هلأ مع وعدونا على الحساب شو السبب ليه بدنا ننتر هيدو اللي ان احنا ما عملنا معامل وين اني خطط الكهرباء هلا هلا بحكيكي انا بهاو لألك انه هادي كلها هادي قرارات خارجية انا اللي خايف منه انه كل هالأمور هادي لا يمكن عبتن عمل يمكن ان شاء الله يكون غلط انا يمكن يكون مغلط انه بعهدوا لرئيس الجمهورية ما رح يكون في انجازات هيدا اللي انا خايف منه وهذا كلامي موجه لكل الاحزاب يلي اليوم بدن متل ما هني بدن مفتكري انه الوضع مرتاح اي الف الحكومة اللي بدن ياها يعني اليوم العدو الاسرائيلي ومن يغطيه يعني رح يقول انه انا ما بدي سجل انجاز مقابل انه حت حالي بديرة الخطر من الرد اذا انا قمت بعملية التنقيب يلي في معطيات عم بتقول انه ستبدأ هذه العملية يعني بحق الكريش ولا بالحدود يلي متنازع عليها نحنا كم عنا كم عنا حقل عشرة ما هي بس كريش ليش ما بنعمل ليش ما بنعمل على الحدود السورية ليش ما بنعمل بلشنا بالبلوك رقم اربعة وفي طلع بيترول وما حدا يقول ما في بيترول في تقرير انه في بيترول ليش توتال وقفة برة ليه نفس الطريقة اللي تركت فيها توتال ايران وقت العقوبات على ايران في عقوبات تفرض عليها اذا انت يا توتال بريك تشيل الغاز للبنانية بركة ما بينشال الا وقت اللي بيصير في التفاهم تفاوض وتفاهم على ترسيم الحدود بين لبنان والعدو والاسرائيلي هاد اللي انا انا بقول انا بقول يمكن المخيطة اكتر من هاك عم بيصير اخر رئيس الجمهورية تنازل نازل تايدس خليني مسرة ما بتربطه لهيدا لهيدا الملف ما بتربطه بما يحصل بالاقليم يلي هي كمان حرب نفط يعني مرتقبة زيارة للرئيس الامريكي جو بايدن يلي كان رافض قبل انه يزور السعودية اليوم هنالك تحول وذلك بسبب او لحط السعودية على زيادة انتاج النفط رح يصير عنا 200 الف او رح تنتج اوبيك بلاس يلي كانت رافضة قبل السعودية زيادة بانتاج النفط اليس هذا ايضا يوضع بخانة الحرب النفطية التي تحصل اليوم في الاقليم بس نحنا ما قلنا علاقة فيها لانه نحنا مش دولة بترولية واذا من هلأ بنا نبلش نحفر هلأ هلأ قبل بأربع خمس سنين ما منقدر نمتوجه نحن مش حاسبين يعني مش بس الموضوع موضوع اليوم انه وقلتلك برجع بكرر انا هيدا اللي مخوفني انه ما في انجاز بعهده لرئيس الجمهورية مصر بعدك على نفس الفكرة بعد المصر ما في انجاز ما في انجاز بعهده لشي عادشي يعني لو انا ما عندي معلومات بس انا بس بقرة ما عندك هيك تحليلة انا تحليلي وعم تابع وعم شوف انه اذا سلمنا جدلا انه هذا الامر هو المخطط من قبل الخارج يعني هيدا الملف وكلام اليوم اللي وق عباس ابراهيم يلي ربما في وتفاقل عن هذا الموضوع كيف بتقرى اليوم يا راح راح خلاص كله هيدا لانه ما راح ارى من الفين وستة عشر هلا ما هيك من الفين وستة عشر هلا يوم متل لي يوم متل بلشت تنحط العقوبات على على جمع على حزب الله وجمعته ولحقت الرئيس بري ولحقت الرئيس والجنرال عون انا من وقت فكر الله ينجينا برا ما راح يعطو اي انجاز يسمى هذا الانجاز بي او ينكتب بالتاريخ انه جبنا الكهرباء بعهد ميشيل عون او حفرنا بلشنا الحفر بعهد ميشيل عون او رسمنا الحدود بعهد ميشيل عون انا عم بيلك هيدا تفكيري وهيدا تحليلي واللي بيعيش بيذكر كيف تنازل عن الموضوع لا لا خير لبنان اذا هل قد الخبرية يعني انه بس لمجرد منصب رئاسة الجمهورية يعني ستنا ما بلشوا الفرنسوية يحفروا بالبلوك اربع من سنتين وطلع ودشن الباخرة ودشن الرئيس الجمهوري وراح قالولون للفرنسوية الله معكم طيب اليوم اليوم الوضع بالاقليم معاليك انت بتعرف انه في اعادة تموضوعات واعادة خلط اوراق سواء بالسعودية بين السعودية وامريكا ايضا في الحرب اليمنية هناك هلأ هدنة وهيدا الشيء ربما مقدمة لاعادة توطيد العلاقات بين السعودية وايران هذا الشيء ما رح ينعكس على الاقليم وقدي لبنان مرتبط بهذه التسويات لانه نحن شئنا ام ابينا مصيرنا حتى لو متل ما انت عم بتقول انه لا مش مهتمين بالنفض او مش مهتمين ولكن دائما في لبنان هو جزء مما يحصل في الاقليم هذه الامور ستؤثر على لبنان او لا ستؤثر على لبنان سلبة او اجابة ما بعرف بس تؤثر على العلاقات بين سوريا وبين السعودية ما حدا نقول انه بدأت تأثر على العلاقات ما بعرف بين لبنان وبين السعودية ou بين لبنان وبين ايران ou بين سوريا الموضوع هو اللي انت عم تحكي عنه اي صلح او اي اتفاق او اي تبادر السفرة او بين السعودية وبين ايران رح الحصة الكبيرة ايجابية راح تكون لسوريا قبل ما تكون للبنان وبская تشوف وزيارة الرئيس بشار الأسد على الإمارات يمكن هذا زعج الإيرانية حول هذا الموضوع وطبعاً واليوم هناك حديث هل أنه اليوم إذا رجعت على جامعة الدول العربية وإجارة السعودية بعلاقتها الطيبة مع سوريا ما دور إيران اليوم بسوريا عم بيسعى بشار الأسد اليوم عم بيلك الرئيس الأسد يسعى قد ما فيه يقرب وجهات النظر بين إيران وبين السعودية مشين ما تروح السورية بالمغليطة في تخوف اليوم من كمان لأنه عم نشوف مثل بدأت يعني الهجوم التركي أو ربما تصادم يعني تركي سوري اليوم ما في تفاهم بين تركيا وبين الأمريكان أنا ما بعتبر التصادم تركي سوري بعتبر التصادم تركي أمريكي لأنه تعتبر التركية أنه لحام الأكراد على الحدود التركية السورية هي الولايات المتحدة اليوم الصراع بالشكل بين سوريا وبين تركيا بس بالمضموم بين أمريكا وبين تركيا أمريكا اليوم لا تعتقل أنه حال الوقت لإنهاء الحرب التي تخوضها بالإنابة في أوكرانيا بعد مئة يوم؟ ترك أمريكا سوريا وين أعدي أعدي بالمحل يلي بيزرعوا فيه قمح واليوم وفي غاز وبترول يعني أعدي أهم منطقة اليوم أمريكا أعدي فيها بسوريا محتلة اليوم ما حتنسحب وخاصة من بعض المشكلة الكبيرة بين روسيا وبين أمريكا يعني اليوم الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي الحرب بين روسيا وأمريكا ليس بين أوكرانيا وكلها واضحة يعني زاد الطيم بلي وزاد المشاكل بين أمريكا وروسيا يعني رايحة سوريا يعني رايحة سوريا بهك بالغلق بمشكلة كبيرة اليوم أمريكين عم بيقولوا نحنا واحدة من اللي قالوها يمكن هذا الشرط أنه ما بنقبل ما راح ننسحب قبل ما يتعدل الدستور السوري يعني بدنا نشوف على أي أساس داش صلاحيات رئيس حكومي داش صلاحيات رئيس جمهورية وداش وشو صلاحيات كل وزير من هالوزراء بقى هالأمر كان وحدي من هاودي الأشياء اللي هني طالبين هل إنه روسيا بدأت حط إيدها على سوريا بكاملة أو نحنا بدنا نقسم سوريا أمريكا نقسم كرميل عيون إسرائيل طبعا نقسم نقسم سوريا متل ما وقسمين العراق يعني العراق شو بده يعني هلا الإعلان الأتراك معروفين السني معروفين والشيعة معروفين وعندونا المشكلة سيطرة اللي عنا ياها بقى بالنهاية بدن بدن الأمن لإسرائيل أمريكين هيدا كل هممون تتقسم سوريا هيدا البدنية يكون فيها سوريا تركية سوريا كردية وسوريا سنية وسوريا علوية هلأ الجولان أنا أنا بتأديري تحليلي إنه الجولان بيكون منطقة للدروز للدروز وهني بيتركوا الجولان ساعتا وقت اللي بيكون فيه سيادة مستقلة للدروز بالجولان بيتمأنه يمكن أكتر من من أي طائفة تانية طيب بتعتبر اليوم عليك إذا بدنا نقول روسية اليوم بركة الرئيس بوتين يشعر بأنه أو ليس يشعر يعني الصحف الغربية تتحدث عن انتصار سواء عسكري أو وضع روسية يدها على كل حقول القمح في أوكرانيا وأيضا يمكن معظم إقليم دونبا صار بيد الروسي وأمريكا زودت أوكرانيا بصواريخ هامريس يلي بينقال أو الخبر العسكريين عم بيقولوا إذا ضربتها على الأراضي الروسية قد تندل حرب عالمية تالتة اليوم تعتقدوا حتى كمانا روسية كانت عم تعمل مناورات نووية تكتيكية يعني نحن اليوم لأنه هيدا الشي كمانا رح ينعكس على الغرب وعلى الإقليم كان عم ينقال أول شيء أن الحرب مرح تمتدها الأد ولكن اليوم في يعني إشارات أنه لا الحرب مطولة شو رأيك اليوم قراءتك لهذه الحرب ونتيجة بعد مئة يوم أنا أول شيء شفت حسنات الأمبلة الزررية ما أحليها لو ما في الأمبلة الزررية كانت تعرف كمان كان في حرب عالمية تالتة اللي مهدى الحرب العالمية التالتة هي هالأمبلة الزررية هي اللي الكل بيستعملوها يعني يلي اليوم بأوروبا كلها هي روسية هي الرقم واحد باقتناء العديد من القنابل النووية بقى مشان هيك أنا بتقديري ما في حرب عالمية في تسليح يمكن في أنه منساعد أوكرانيا وعدوها منساعدها لأوكرانيا وعم بيساعدوها بكل النوع كل أوروبا عبتساعدها وبالمقابل فرضوا عقوبات على روسيا روسيا فرضت عقوبات لأنه حز روسيا حزها لروسيا أنه هي عبت مول بيترول وهي أكبر دولة اليوم بأوروبا بتعطي غاز وبيترول لأغلب الدول الأوروبية وفرضت عليهم اليوم أنت بتتذكر أنه في حرب بين روسيا بين روسيا وبين إكرانيا بدل ما ينزل بدل ما ينزل الروبل بروسيا طلع ونزل الأيرو يعني تصور صار صار واحد فاصل صفر سبعة وصفر خمسة أنه تصور مين اللي بيكون ها إشارة أنه أي دولة بتكون اقتصاديا أكتر بتكون أوروبا مش روسيا أعتقد أنه أمد هذه الحرب لن يطول أنا أنا برأيي لو بدون يغضوها لأوكرانيا كانوا أخذوها بس بالبداية غلطوا أنه بلشوا بالعاصمية اللي كانوا حسبين لهن الأوكرانيين وثلاثة رباع جيشة يعني عندها أربعمية خمسمائة ألف عسكري ومسلحين كان أغلب ثلاثة رباع عسكرهم كان بأوكرانيا يعني إذا وقعت المدينة كان بفتكرين أنه بتوقع أوكرانيا طيب اليوم ما عليك قبل ما دهمنا الوقت أيضا يعني هي المئة يوم هيدا وقبلها ببداية الحرب عرقلت أيضا المفاوضات النووية بين واشنطن وإيران ويلي كان أيضا يؤمل منه أو كان يقال حسب التحليلات أنه قد تنعكس إجابا بطريقة أو بأخرى على الأقيم وبالتالي على لبنان هذه المفاوضات اليوم هي يعني تتدنى حضور نجاحة وفيه اجتماع لوكلاء الطاقة أذرية الأسبوع المقبل ولكن عم بيقولوا فيه أسبوع مصيري يعني الشرقية كاليوم هذه المفاوضات كيف ستسير اليوم؟ هلأ اليوم أنا بتأديري وبتحليل وبقراءاتي اليومية عم شوف عم شوف كانت 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 إيران بالأول تترجع أمريكا أنه يا خيب نعم الاجتماع تبشيلوا العقوبات عنها اليوم أمريكا عم تترجع إيران ولكن كيف نقلب الدور وهذا اللي مخوفها لإسرائيل واليوم سمعت رئيس وزراء إسرائيل شو قال أنه نحن ناطرين تعملوا اتفاق إذا الاتفاق عجبنا كان به ومن عجبنا نحن عنا الخيار العسكري بقى بأعتقد أنا أنه بينجحوا بالخيار العسكري لأنه راح تكون ردة فعل إيران أقوى بكثير من ردة فعل إسرائيل بس وين المشكلة يلي ما حدا عبقتي على ذكره إذا بقيت أمريكا وروسية يعني أعداء مثل ما هلأ مبرهنين أنت ما تنسي مين اللي نحن نحن مع مين متعاقدين لحتى نبلش مع مين نحن متعاقدين مع فرنسا مع روسيا ومع إيطاليا عاملين كونسورت يوم ثلاثتهم هك طيب أنا بدي أسأل في عقوبات مفروضة على روسيا هل راح يسمحوا الأمريكين للروس أو يسهلوا الطريق لللبنانيين أنه عبكرة رسمتوا الحدود بل شو بعد بكرة بالحفر وإنتوا متعاقدين مع روسيا بيقبلوا بنا نرجع نعمل مناقع بنا نرجع نعمل مزايدة من أول وجديد ونشوف أي شركات بنتجة وهي الشركات راح تكون خاضعة للأوامر الأمريكية نشئنا أم أبينا لأنه كلهم بيتعاملوا بالدولار للأسف لذلك للأسف مشين هكا أنا أقول لك نحن مرتبطين بالخارج عندنا مشكلة كبيرة وأنا مسر للي تلك عنه أنه ما حيعطوه إنجاز لفخامة الرئيس حرام ما يعطوه إنجاز بس ما حيعطوه إنجاز طيب ورا راح تجيبي كهرباء ولا راح تحفري ولا راح تعملي شي راح تدرحة أنت هلا خلينا الكهرباء على جميع بين عايشة وبين ميتة أنا أقول لي لو الكهرباء شأن داخلة معليك كهرباء شأن داخلة بيد وزارة الطاقة وشفنا أيضا شؤال شو رأيك بيلي حكي رئيس الحكومة أنا بحق اللي حلل مين سحب البند الكهرباء من آخر جلسة بمجلس الوزراء ستنا يا ستنا أنا بحق اللي حلل ما هك حلل أنا عم بس طيب أوكي ما سحبه وإجوا الأمريكيين ضغطوا على الفرنسيين وقالوا للأدف خلاص ما بتعملي دفتر شرور شو منامو نحنا بالمواضيع الكبير كل شي بيد أمريكا كل شي بيد أمريكا هم هم تحكي جاد أنت عم تحكي جاد أنه بند الكهرباء وقال الرئيس الحكومة أنه بند التغويز تم سحبه وبعدنا ما بعرف أنه مين الوزير فياد أو رئيس الجمهورية أو من يعني وقت بيحكي هيك الرئيس ميقاتي على لسان طيب مين بده يجب أنا ما حبتي للرئيس ميقاتي وما هو حق كل بده يحكي ما ما عندي مشكلة بس مين اللي بده في لبنانية اللي عندهم معامل يرقبوا الكهرباء ولا أجانب مين مين ألمانيا فرنسا ومين بعد وإيطاليا هذا كيف يعني إذا أمريكا قلت لأ ما بيكون طيب خلص بلا الكهرباء فأزا عم قلك إيه خلينا يعني أنا بدي أسألك سؤال أنا بدي أسألك سؤال أنا بدي أسألك سؤال أنا وزير أنا وزير وإجا يعني نحنا ما رح حيحكي ما رح حيحكي ما رح حيحكي ما بدي ما بدي ما بدي زيد ما بدي زيد الطيم بلني ستنا نحنا مربطين نحنا مربطين بالخارج أنا كنت وزير وحكومتنا مسئلة بقي الرئيس تمام سلام 11 شهر خلص ليش عم بتقول أنه خليوني اتفق القيوم إيمان خليني كفيلك بشرفك خليني كفيك 11 شهر بقيت حكومتنا قبل ما يفل رئيس الجمهورية ميشيل اسلاماني بشهرين أنا موجود بالقصر الجمهورية إجت كلمة السر بتألفوا هلأ حكومة وأنا كنت وليه ليه مش قبل همتقول بأخر شهرين أبس تايسجلولو إنجاز يعني مش تايسجلو إنجاز إنه تركوكي 11 شهر ما قدرت تعملت شي لأ نحن اللي بنا نعملكون الحق علينا ستنا الحق علينا بالنهاية ما الرئيس بري شو قال سمعتين شو قال بهايك كلمة كتير مهمة قال أبدون يساعدونا برا بس خلينا نساعد نفسنا ما هل يقعب يساعد نفسه ما بترجع بتقول إنه هو الخارج آخر شهرين قال شكلها حكومة لك يا ستنا لأنه تراكونيكي 11 شهر تراكونيكي 11 شهر تتفاهمي لما شفوكي مش خرج تتفاهمي قالوا لك نحن بلا نعملك الحكومة هلأ رح يتفاهموا رح يتفاهموا أو لا إذا رجعنا هلأ للشأن اللبناني رح يتفاهموا القوى أو لا كل حدا بده حكومة بمواصفات كل حدا بده رئيس حكومة بمواصفات معينة لو هان رح نوصل اليوم إذا إذا كل في الرئيس مئتي رح يطرح موضوع الحكومة الحالية ويتغير فيها ثلاثة أو أربعة هذا أهلا شيء وأسهل شيء كيف يعني ثلاثة أو أربعة يعني ذات الوزراء رح يرجعوا بينشال بتغيروا يعني في وزير مشتغل منيح منشيله في وزير تاني مشتغل منيح منشيله أه بعض كان عم ينقال إنه هن بزيتهن الوزراء في بعضهم بيرجعوا بيتعينوا هكي يعني كان في وزير هلأ أربعة وعشرين بيردوهن وبيتغير ثلاثة أو أربعة بس يعني هيدا شيء منطقي يعني لا مش منطقي نفس الوزراء شو عملوا الغالبية يعني أنا أعطيك البعض أنا أعطيك بريدني سمي ما بدي سمي لأ أنا طب أنا بدي أسألك سؤال الوزير الناجح بيخلوه مثلا بالألفان وسبعة عين مين وزير الداخلية الوزير باروت نجح بير بالألفان وتسعة أعيد تعيينه للوزير باروت إي شو المشكلة طيب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كيف سيكون غسار اليوم في تفاهم اليوم في تفاهم بين رئيس مئاتي وصندوق النقد الدولي وقعوا أول اتفاق أنا بتمنى أنه الرئيس مئاتي يجي لكفة بها الخمسة شهر الباقيين عن جد تتمنى أو أنه رح تصير رح تصير ولو الكل آطاء مين الكل أولا تيار الوطن الحر هياخد خمسة يعني رئيس تيار الوطن الحر ما بدو رئيس الحكومة من قاتل طيب ما قالوا ما بدنا رئيس برير ليش في أربعمة خمسة انتخابوا الرئيس برير ليش ما بدنا هين سياسي هاب السياسي هاك ما في عدو دائم ما في صديق دائم في مصلحة في مصلحة طيب ما هم بارح ما بدي بس احكي عن جبران باسيل بدي احكي كمان عن وليد عن وليد باك طيب قالوا هاجم الجدد والبشو وانه انتوا ما تحلفتوا طيب ما انت كمان انتخبت الرئيس برير ايه واذا انتخب الرئيس برير ما بقلك انه في مصلحة ينتخب الرئيس برير ما هذا شي طبيعة لا لأنه لأنه ما في مشكل أصلا يعني يا ستنا بشرفك ام نحكي سياسي نحنا ام نحكي عاطفة انا ما انتخبوا للرئيس برير عاطفيا ولأنهم هني علاقتهم ممتازة مع الرئيس برير وبيحبوا الرئيس في مصلحة انه تيبقوا مع الرئيس برير ورئيس برير باقي معهم في مصلحة انتخبوه مشين هيك انا عبقول بعد عندي ثلاثة دقايق يعني كتير سمعت ناس حكيوا او لما عرفوا حضرتك ضيفة انه انت كتير بتحكي بالشؤون المعيشية يعني اذا قلنا بهيدي فترة او مشوار التأليف والتكليف وتتنضج كل التسويت الاقليمية اذا بدنا نقول الوضع المعيشي الدولار رح يرجع يرتفع هلا انت منك خبير اقتصادي بس نحنا الدولار نهو سياسة بتعتقد اليوم هذه الامور ستكون ضغطة اكثر او رح يكون في استقرار على مستوى العملة تحديدا تاكي شرح لي احد هيدا البلد الوحيد اليوم بيقولوا ما في دولارات سامعة بس هيدا البلد في دولارات وبيقلي احد الخبرة اللي انا انا عن جد بجله بحترمه وعطأت احكي انا وياه اللي مكسيموم لازم يكون بين العشرة وخمس عشر الف اليوم بالوضع السياسي السيء اللي نحنا فيه الدولار مفيش لزوم انه يكون بالسبعة وثلاثين تا مين مسؤول اليوم عن نعبة الدولار لانه منشوف بس يكون فيه تصريحات سياسية عالية النبرة بيرتفع بس يكون فيه استقرار سياسي بينخفض مين ورئيس الحكومة قال كمانا انه عم بتم متابعة كل هذه الطبيقات وموضوع سعر الصرف وشفنا التاميم يلي اصدروا المصرف بتحويل الدولارات على سعر صايرة فاليوم شو مين ما تجبريني سمي كل شو بتقلي ما تجبريني سمي لا 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 طبعا لانه ما بدي ما بدي ما بدي انه لانه اتهم فلين عفلين بس مفروض يكون فيه حدم بالحبوسة مين يعني ما بدك تسمي مفروض يكون خلاص بقى ما شو بقى لك شو هالحكي هيدا طيب ما توليت يعني هلا بدنا نعمل حلوسة بدنا يعني لا مش توليت مش توليت لو الحبوس بتعمل حلول مش مش توليت سبتنا لك بدي إليك شغلي هيدا القضاء اليوم انا عتبي على القضاء اليوم ما مخليين يشتغلوا ما مخليين يشتغلوا ابدا هو ما حدا مخلى حدا يعني هيدا يبدو هني هني بتقلك شغلي انا انا عم بيقلي انه طيب ليك انا ما بدافع عن حدها عم بيقلي انه القاضي غادعون مدعومي سياسيا ومبلشي الشغل وعم وعم ومبلشي التحقيق تلو بالتحقيق تبعا في شي اخطاء قال لا بس ليش دايما دولابة مفقوط عفرد مال ايه طبعا مواضحة جدا رح خبري انا شو جوابته مم قلت له انا بشبهها مدعومي سياسيا وحاملي هالملفات وعم بتحقيق متل قاضي تاني مدعوم سياسيا وضابي بالملفات شو رأيك ما نحس ايهو بتصدلي انت ما فضل حدا فضل القضاء لا 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 انا عم بحتيك هالتوش هوي ما يكون لحدا دعم او لحدا عم يدخل يا ستنا هالتنا ينسوا جوابيني انت بتصدلي واحد مدعومي وعم بتحقق واحد مدعوم وضابي بالملفات انا شفنا تسهيس القضاء شو عمل بقضية انفجار المرفع على كل حال انا للأسف انتهى وقتا ما جوابتيني قلتلك انا مني لا مع المدعوم ولا انا بدي القضاء يشتغل لحاله لا اسأليني انا بانا بيحكوا بي فيما عديق بدي حكي فيها انا انا كمسؤول ما بدي استقلالية القضاء ما بديك لا بدي لك ليش انه بالنهاية شو لانون الله يطلع لكم في استقلالية القضاء ما هيده الآذر بدو يتعين هيدا الآذر بدو يتعين سياسيا اوكي بس بدو بديو يتعين يعني تعمل قضى على كل حال لا قبل قبل خلس المخرج يلاحظ بسمح لمخرج هيدا لا يعمل قاضي كيف يتعين اذا الآذر اذا الآذر هو ما عنده استقلالية بذاته وبنفسه ما يحلموا أنه نعمل إنور حتى نحمي هو بدي نحمي حالي على القضاء ككل على كل حال بشكرك أنا وزير الداخلية السابق مروان شهيل على كل هذه المواطيات والشكر الأكبر لكم وشيدين على حسن المتابعة نلتقي الأسبوع المقبل بأمان الله